هل أنت جاهز لاستخدام طاقة الكون لتغيير حياتك؟ تعشدنا بام قروت عبر تسع اختبارات عملية إلى كيفية إدارة حياتنا بنجاح استنادا إلى الطاقة الإيجابية الموجودة في الكون والتي يمكننا استخدامها لإعادة رسم الواقع ولتحقيق المعجزات عبر تطوير قدراتنا الزهنية قدمت تكون قوة الطاقة مرئية ولكنها لا متناهية ومفتوحة لجميع الاحتمالات ويمكننا بالتالي التأثير عليها وفقا لمعتخداتنا وتوقعاتنا لأن كل إنسان هو أيضا حق الطاقة بحد ذاته فكل ما نصوب تركيزنا عليه لا بد أن يتوسع إذ أن اتصالنا المستمر بحق الطاقة يوفر لنا كل ما نحتاج إليه من إرشادات لمستقبلنا ولكن هذا كله لا يحدث في ألا وعي فأفكارنا لها تأثير على العالم الخارجي كما أنها تشكل الدعائم اللازمة لجسدنا المادي ورغم كوننا نقطة صغيرة في العالم ألا متناهي فإننا متصلون بكل شيء وبكل شخص آخر نشعركه هذا الكون اللامحدود والغني القادر على احتواء جميع أحلامنا ووفقا للكاتبة بام جروت فهناك قوة في الكون مصنوعة من الطاقة وتدعى المجال الاحتمالي يمكن استخدام تلك القوة بنفس الطريقة التي تستخدم بها الكهرباء في أجهزتنا ويعتمد ذلك على جهوزيتنا فحسب المجال الاحتمالي متاح لأي شخص يعرف كيفية استخدامه يتميز هذا المجال أيضا بالوجود الشامل أي أنه يمكن الوصول إليه من أي مكان درست جروت المفاهيم الروحية لعدة عقود واستخدمت التجارب في حياتها لتحقيق النتائج شرحت المفاهيم الروحية بطريقة بسيطة خفيفة وتبين لنا في هذا الكتاب أن أفكارنا تخلق واقعنا يتحدث جزء الرئيس من الكتاب عن تسع تجارب تستغرق كل واحدة منها 48 ساعة لتظهر نتائجها والتي لن تدعك أي شكرا